موسيقى حياكم الله مشاهدين بدءا نعزي الأمة الإسلامية جمعاء وأحرار وشرفاء العالم باستشهاد القادة العسكريين الأبطال إسماعيل هنية وفؤاد شكر ومحمد الضيف ونودين بأشد العبارات الاعتداء الوحشي الإجرامي الذي أقدم عليه الاحتلال الخزي والعار للأعداء ولكل من يقف معهم مشاهدين فاصل ونرجع بعدها وياكم للأخبار والترندات ابقوا ويانا موسيقى حياكم الله مشاهدين ومنصة الفيسبوك هذه المنصة اللي دائما ما نشوف بيها الأخبار والترندات اللي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على القنوات الفضائية وخبرنا لهذا اليوم اللي صحة العالم علي وخبر استشهاد أسماعيل هنية هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إثر زيارته لمدينة طهران وتوجيه صاروخ في مقر إقامته واستشهاده إثر هذا العدوان الغاشم الجبان مشاهدين طبعا أول فيديو إلنا في منصة الفيسبوك هو فيديو يوضحنا كيف استقبل لإمام الخامنئي القائد الأعلى للثورة العربية الإسلامية نجل الشهيد السعيد إسماعيل هنية وكيف طبع على جبينه قبله بعد أداء صلاة الجنازة مشاهديننا خلينا نشوف الفيديو ونرجع بعدها وإياكم اقمي زنين حيات من نزل اقمي زنين حيات من نزل مثل ما شفنا مشاهدين هذا الفيديو اللي يظهر به القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخامنئي كيف يطبع قبله على جبين نجل الشهيد السعيد إسماعيل هنية بعد أداء صلاة الجنازة طبعا الإمام الخامنئي أيضا قبل يومين كان يرحب ورحب بإسماعيل هنية بقدومه لدعوته حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد والآن يقبل نجلة بعد أداء صلاة الجنازة هذا الفيديو إذا رمز مشاهدينه فهو يرمز لمحبة الإمام الخامنئي لإسماعيل هنية إذا رمز فهو يرمز لأنه يساند القضية الفلسطينية وهو ضد الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاشم على غزة وعلى أهلنا في فلسطين وعلى هذا الدمار اللي شنته أو شن الاحتلال على غزة هذا الفيديو إذا دل على احتواءه الروحي لكل عوائل الشهداء كيف هو يساندهم وكيف هو يقدم لهم الدعم الروحي وأيضا هذا الفيديو مشاهدينه هو رسالة ورمز أنه دم الشهيد السعيد ما رح يروح هدر هذا الفيديو شفنا مشاهدينه لدينا فيديو آخر حول أيضا شهيد السعيد إسماعيل هنية لكن يخص هالمرة زوجة نجل إسماعيل هنية خلنشوف مشاهدينه الفيديو وبعد نرجعوا إياكم أمال ومنا بنات الشهيدات كان دائما يلحن في الحرب من كتر ما شفنا من قتل وخوف والتريب وضمار كان يحكي يا ماما خلينا نروح نسافر عن سيدقب العبد يا ماما خلينا نشرد من الحرب كنت أحكي له الله يا ماما ما بنفع ما بنفع احنا يا ماما بنعيش مع الناس وبنموت مع الناس احنا يا ماما زينا زي الناس لما نراحل واستشدنه فقلا كان زيهن زي الشهيدات الأطفال الآن يا أمالمونا يا ماما أجل سيدكن بحال وعندكن استقبلنه يا ماما أحلى استقبال وبوسن إيده وشربنه مية استقبلنه أجمل استقبال هذا سيدكن رجل عظيم الأرض خسرته يا أهل الجنة استقبلوا يا أبناء ويا أبناء الأم ويا أحرار الشهداء استقبلوا رحمة الله عليك يا أعظم الرجال يا سيدهم يا رئيسهم يا أنقاهم رحمة الله عليك والله لو نبكيك العمر بنوفيك حقك يا حبيبنا رحمة الله عليك مشاهدينا مثل ما شفتوا هذا الفيديو كيف زوجة نجل الشهيد السعيد اسماعيل هنية أنه تستذكر قصة بناتها الشهيدات اللي كانوا يطلبون شوفت جدهم طبعا الشهيد السعيد كان دائما ما يسافر تلبية لنداء الوطن ودفاعا عن أرضها لكن بهذه الدموع تدعو بناتها أنه يستقبلوا بالرحمة يستقبلوا أنه يسقوا الفيديو والمشاهدين والدموع شرحت حالة هذه الزوجة المتألمة بهذا الشهيد السعيد وكيف الأرض خسرت هذا الزعيم رحمك الله وأسكنك الله فسيع جناته يقول الله في كتابه العزيز ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقوا المشاهدين أيضا بواستعدنا من مدينة قم الإيرانية كيف نرفع العلم الأحمر على قبة مسجد جكرمان في مدينة قم الإيرانية وهذا العلم الأحمر هو رمز لإعلان حالة الحرب لإعلان السأر لدم الشهيد السعيد إسماعيل هنية بقناة العربية رفعت إيران علما أحمر يسمى علم السأر على قبة أحد المساجد في مدينة قم بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها في مقطع فيديو متداول ظهر شخص يرفع العلم فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية وهو نفس العلم الذي رفع عند مقتل قاسم سليماني يعتبر رفع علم السأر في التراث الإيراني بمثابة إعلان حرب مشاهدين سبق أن رفع العلم الأحمر في جمهورية إيرانية عند مقتل القائد العسكري عند استشهاد عذرا القائد العسكري قاسم سليماني في محافظة بغداد سنة 2020 والآن يرفع نفس العلم الأحمر على قبة مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية رمزا وثأرا لدم الشهيد السعيد إسماعيل هنية مشاهدين أيضا أدنا فيديو آخر حول هذا الموضوع أو بوست مشاهدين من وكالة الأناظول للأنباء على مدار خمس سنوات كان وسيم أبو شعبان حارسا شخصيا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رافقه كظله دون أن يفارقه حتى قضى نحبة معه بعملية اغتيال شهدتها العاصمة الإيرانية طهران أبو شعبان ظل هنية ورافيقه بالحياة والممات مشاهدين هذا البوست يتحدث عن رفيق الشهيد السعيد إسماعيل هنية لدائما رافقه على مدى خمس سنوات بكل سفراته وبكل حروبه وبكل مؤتمراته وندواته وكل الأماكن اللي حضر إلها هذا الشهيد السعيد أيضا راح يرافقه إلى الرفيق الأعلى في جنات الخلد راح يرافقه في مسيرته إن شاء الله في الجنة اغتيله أيضا في نفس الوقت اللي اغتيل فيه الشهيد إسماعيل هنية مشاهدينا الآن نشوف البوست اللي يصورنا منزل الشهيد السعيد إسماعيل هنية صورة من أمام منزل إسماعيل هنية في غزة صباح اليوم التقطها الصحفي إسماعيل الغول إسماعيل الغول استشهد بعد هذه الصورة بقليل باستهداف عذرا إسرائيلي إسماعيل كان يرتدي سترة الصحافة مشاهدينا إسماعيل الغول هو مراسل الصحفي لقناة الجزيرة صور هذا الركام اللي بيبين بمنزل الشهيد إسماعيل هنية قطاع غزة لاستهدفة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاشم الجبان هذه الحطام ما هو إلا رمز للقوة رمز للشجاعة رمز للصبر والتضحية كيف يبين لنا أنه إسماعيل هنية ضحة مو بس بنفسه ضحة بأولاده ضحة ببيته وهذا تذكار للقوة مشاهدينا كثير من التعليقات وردود الأفعال اللي حصدناها في هذا الموضوع مشاهدينا أول تعليق لنا بهذا الموضوع من تنسيقية حملت الشهادات العليا والأوائل حسبونا الله ونعم الوكيل إسماعيل يلتحق بإسماعيل واللقاء بالجنة إن شاء الله إن شاء الله مسكنكم جنان الخلد تعليق آخر مشاهدينا من عدنان يقول يا له من منطق عجيب الغرب وأمريكا كانوا الكيان جابوا الكيان وما كنا من أخذ الأراضي وبلاد ناس بسطة ويقتلون ويهبرون بيهم وإذا دافعوا عن أنفسهم يصيرون إرهابيين وهم الملائكة ويحشوا لك بحقوق الإنسان والإنسانية أيضا عمر يقول الشهادة هي ليست آخر ما يضحي به الإنسان بل هي جائزة من رب العالمين لمن يصطفيهم من خلقه فعلا الشهادة هو فوز إن شاء الله بجنان الخلد مشاهدينا أيضا تعليق آخر من رباب تقول وقفتنا طويلة أمام الله بيوم القيامة شو رح يكون عذرنا عن سكوتنا على اللي دا يصير بغزة وأهلها صوت الرحمة والإنسانية والتعاطف أمام هول المجازر لكم الله يا شعب فلسطين إن شاء الله فلسطين منتصرة حتى بهذه المجازر اللي دا يصير بناسها وشعبها فلسطين هي أقوى من كل الشعوب فلسطين العزة مشاهدينا وصلنا لختام منصة الفيسبوك بقويانة بمنصة الإنستجرام لكن بعد الفاصل مشاهدينا والآن منصة الإنستجرام أيضا حول موضوع الاغتيال الجرامي على الشهيد إسماعيل هنية مشاهدينا عدنا أول بوس من منصة الإنستجرام نشوف هذا الفيديو ونرجع بعدها وياكم اليوم أنا أنعي عمي الحبيب أمام بيته على أنقاضه في مخيم الشاطئ مشاهدينا هذا الفيديو يبينيني كيف كانت زوجة نجل إسماعيل هنية تنعى إسماعيل هنية بهذه الطريقة ذهبا يم ركام بيته وجايبة صورته وعلقتها وهي تمظر له بنظرات مليئة بالفخر مليئة بالاعتزاز مليئة أيضا بالحزن وأيضا مليئة بالوعود إنه هي راح دم هذا الشهيد السعيد ما راح يروح هدر هذا الفيديو بيّننا كيف الناس يعني تريد تنعى فقداءها وأحباءها بالطريقة اللي هما يرغبوا لها هذا الفيديو مشاهدينا أيضا عن إسماعيل هنية البوس الأخر مشاهدينا عن الباكستانيين تنديدا لهذا الفعل الإجرامي وهذا الفعل الوحشي اللي صار برئيس المكتب السياسي لحركة حماس فهروا الباكستانيين وتجمعوا لأداء صلاة الغائب على روح إسماعيل هنية نشوف هذه الجموع الغفيرة آلاف يحضرون لأداء صلاة الغائب على إسماعيل هنية في باكستان بالأمس مو فقط بالعراق مو فقط بإيران مو فقط في باكستان أيضا كثير من الدول الإسلامية نددت هذا الفعل الإجرامي وظهرت بتظاهرات أيضا وأيضا نشوف الباكستانيين كيف أدوا صلاة الغائب على روح إسماعيل هنية بقلوب موحدة وبجموع غفيرة أيضا عدنا هذا الفيديو البوست اللي لإمرأة فلسطينية تبكي بحرقة وتقول كان إنسان مع الشعب كله مسنة فلسطينية من مخيم الشاطئ بغزة تبكي جارها جارها كان الشهيد السعيد إسماعيل غنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد استشهاده في طهران هذا البطل اللي ترك أثر كبير في قلوب الناس في قلوب الفلسطينيين هذا البطل اللي صورنا أروع صور البطولة والقوة والشجاعة مشاهدين أكو فيديو عن هذا الموضوع خلي شوفوا نرجع لكم بنات أولاده يموت والحيوت والله زلمي محترم يا إدمي واقفة في صفنا دائما الله يقوم هني لكبوه الله يحط عليه هني لخطوه اللهم يبرك له خطيته والله زلمي محترم زيك يا إدمي والله محترم جار نحن حنون علينا حنون الله ولما نشفى تلوية مع المساعد بس باس الخبر ونعيد عنه من هنيته من السنيته إنسان مع الشعب كله والله يا أخوي مشاهدين هذا الفيديو يوضحن مسنة فلسطينية كانت جارة الشهيد السعيد إسماعيل هنية وتقول كان إنسان ومحترم وطيب ويانا وكان يساعد الكل وترك أثر كبير بقلوب الفلسطينيين وبقلوب شعبها وبقلوب ناسها وأيضا عقبت هذه المسنة الفلسطينية تقول أتمنى أولاد اللي يروحوا ولا هو اللي يروح لا عدل شون إنسان؟ يعني شنو من إنسان طيب اللي ترك هذا الأثر الطيب بقلوب هاي المرأة الفلسطينية وأكيد هو بس بقلوب هاي المرأة الفلسطينية بقلوب كل الفلسطينيين دهول سمنيت أولادي اللي يروحوا ومو هو اللي يروح الله يرحم إن شاء الله مشاهدين عدنا تعليقات أيضا حول هذا الموضوع ونشوف أول تعليق بهذا الخصوص كل فلسطين إسماعيل هنية وموت بطل رائد يولد أبطال رواد أكيد طبعا البطل يخلف وراء أبطال ما رح تنتهي العالم ما رح إحنا تعاودنا إنه ننطي أبطالنا قرابين في سبيل تبقى الأرض حرة وكريم مشاهدين تعليق آخر حول هذا الموضوع من شيء ما تقول قائدي وقدوتي رحمك الله وجمعكم بأحبائك في جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حشرك الله مع النبيين تعليق آخر هنيئا له كل شيء شهادة وفوز وأثر عظيم اسمه سيخلده التاريخ هنيئا له الفوز العظيم دنيا وآخرة أيضا تعليق آخر مشاهدينا العدو المجرم يحارب كل الشرفاء والأتقياء نعنت الله على العدو مشاهدينا ومن فاكستان ومن فلسطين ننتقل الآن للمغرب وتظاهرات تعارمة على هذا العمل الإجرامي خرجت الناس في المغرب ضد هذا العدوان الغاشم آلاف يتظاهرون في مدن مختلفة بالمغرب تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم أمس أيضا مو بس بباكستان ومو بس بإيران أيضا في المغرب خرجوا الآلاف يتظاهرون وينددون بهذا العمل الإجرامي اللي قام بالاحتلال على إسماعيل هنية مشاهدين أكوفيديو حول هذا الموضوع خالي نشوفه ونرجع لكم مشاهدين ومثل ما شفتوا بهذا الفيديو شون التظاهرات خرجت ينددون بهذا الفعل الإجرامي الغاشم الغادر على إسماعيل هنية وأيضا يطالبون بسقوط التطبيع هذه التظاهرات حصلت في المغرب وخرجوا الجميع سوا ضجة هذا الخبر ومو فقط بالمغرب مشاهدين أيضا خلنشوف تركيا شنو اللي صار بيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدينا مثل ما شفنا بهذا الفيديو مو فقط بالمغرب وباكستان أيضا بتركيا ضجت الناس والمواطنين على الوكالات الأمريكية ستار بيكس وسواوا أعمال شغب وكسروا كل الموجودات بهذه الوكالة هي وكالة للقهوة والكوفيهات مشاهدينا هذا أيضا تظاهرات وتنديد بالعدوان الإجرامي على اللي صار على إسماعيل هنية وصلنا وياكم مشاهدينا الختام منصة الانستجرام نرجع بعدها منصة اكس لكن بعد الفاصل مشاهدينا رجعنا بمنصة اكس وحاول أيضا موضوع سشهاد شهيد سعيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موضوعات ولكن الآن في منصة اكس لدائما ما ناخد بها الأراء والترندات والهاشتاكات والمحاورات التي تصير بهذه المنصة وأول تغريدة إلنا من الإمام الخامنئي للقائد الأعلى للثور الإسلامية الإيرانية أن السأر لدم الشهيد إسماعيل هنية في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية واجب علينا أيضا تغريدة أخرى من حسن الدر مرجع دين شيعي يصلي على جثمان قائد مقاومة سني هذا مشهد استثنائي في تاريخ الصراع مع إسرائيل بعد سنوات من الصراع الطائفي ومليارات للتحريض على المقاومة هذه الصورة ستبقى لأجيال علامة على أصالة الأمة في مواجهة العدو مهما تآمر الحكام وتكالب بعض العوام هاشتاك إسماعيل هنية أيضا مشاهدين تغريدة أخرى لطيف إسماعيل هنية هي ابنة شهيد السعيد إسماعيل هنية تقول الذين يقولون إن إيران السبب ما كنت تستقبلوها أنتم في بلدانكم يا عرب أنتم أقرب إلينا من إيران ولكن كانت إيران هي السند لنا أفضل منكم ولهذا السبب لا يحق لكم أن تتكلموا عن إيران هي أشرف منكم بحسها عاصمة الإسلام هي هاشتاك إسماعيل هنية أيضا تغريدة أخرى مشاهدين من الدكتور عبدالله العمادي يقول سبقه الأبناء والأحفاد إلى عالم الشهداء وقال كلمته المشهورة لماء أبناء ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا واليوم يرتقي إليهم ولسان حاله يردد الآية الخالدة وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَطْلِهِ وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هذا الفيديو بعد عدنا بوست خلنا نشوفها أيضا هذه التغريدة من أدهم أبو سليمة سلمية لقد سجد سجود الشكر لله وأعلنها سجدة شكر وانتصار لتكون فاتحة طوفان الأقصى على طريق الحرية والخلاص من الاحتلال والله ما ظر إسماعيل هنية رحيل الجسد الطاهر فروحه حاضرة في جهال أبنائه ممن سيكملون الطريق صبرا جميلا والله غالبون على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون مشاهدين أدنا تغريدة أخرى مشاهدين أدنا فيديو حل نشوفه ونرجع لكم هذا المنظر طلع طلعي بريد سفيد شباب جبه جديد طلع 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 جب اللي سوف يهم دينا سجدة الشكر إن شاء الله على هذا النصر اللهم أتم نصرك وعزنا لشعبنا وأمتنا الله أكبر الله أكبر وبعد هذا الفيديو مشاهدينا نشوف شهيد السعيد إسماعيل هنية كيف سجد سجدة الشكر وهو وكأنه يعلم بأنه سيلاقي الرفيق الأعلى مشاهدينا وصلنا الختام منصة X ننتقل بعدها القصة حدث القويانة بعد الفاصل مشاهدينا رجعنا إياكم قصة حدث وأيضا حول موضوع العدوان على شهيد السعيد إسماعيل هنية قصة حدث اليوم تتحدث عن ماذا بعد إغتيال هنية طبعا مشاهدينا من يوم 92 من العدوان على قطاع غزة أعلنت حركة حماس في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وأيضا بعدها خبر استشهاد إسماعيل الغول هو مراسل صحيفة لقناة الجزيرة وأيضا رامي الريفي في قطاع غزة نلاحظ حماس تعلد اغتيال إسماعيل هنية في إيران أعلنت حركة حماس عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران مما عزز مخاوف توسع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان مشاهدينا بعد دخول الحرب على قطاع غزة واستمرار المجازر على قطاع غزة واغتيال إسماعيل هنية أيضا تم أمر الإمام الخامنئي بضرب إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية ناقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاث مسؤولين إيرانيين مطلعين إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر أيضا بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في طهران أيضا نقلت واشنطن بوست عن مسؤول في البنساغون إن الولايات المتحدة أيضا حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد واشنطن في بوست أمريكي أمريكا حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر هو القائد العسكري في حزب الله حشدت الولايات المتحدة الأمريكية 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر حسبب نقلت واشنطن بوست عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون الخميس 1 أغسطس أب من 2024 وشاهدينا أيضا اليوم الخميس تعلن قيادة حركة حماس عن اغتيال القائد في قيادة كتائب القسام محمد الضيف بعد أن استهدفوا قبل أسبوعين في غارة وأعلن أحد القادة أنه الإغتيال اللي يحصل بأي قادة من قواتها هو يخص قيادة الكتائب والحركة كما ذكر الرشق أنه ما لم تعلن قيادة حماس أي تفاصيل بشأن مقتل أي من قادتها فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المتداولة مشاهدينا نوصل الآن الختام فقرتنا لقصة حدث فاصل ونرجع بعد هوياكم مشاهدينا قبقوا ويانا اشتركوا في القناة رجعنا وياكم مشاهدينا قصة حدث والبوست الآخر من هذه القصة اللي يتحدث عن الاجتماع اللي عقد المجلس الأمن الدولي بدعم من روسيا والصين والجزائر عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب إيران وبدعم من روسيا والصين والجزائر وذلك بعد ساعات على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أيضا مشاهدينا عدنا بوست آخر عن شبكة سي أن أن مشاهدينا هذا البوست يتحدث عن رئيس الخارجية الأمريكي اللي يطلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه يعني يوصل رسائل لإيران وحزب الله هذه الرسائل هي مفادها الهدنة وتهدية الأوضاع وعدم رد الفعل عن اغتيال القائد لمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ناقلت شبكة سي أن أن عن مصدر قوله أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل رسائل إلى إيران وحزب الله هذه الرسائل طبعا مفادها أنه يكون تهدئة للأوضاع الراهنة وعدم الرد على اغتيال إسماعيل هنية مشاهدين وصلنا وياكم لختام فقرة برنامجنا إيتاك قويانة نلتقي بعد إن شاء الله في الحلقات القادمة في أمان الله اشتركوا في القناة